نرجع للفكرة الأولى اللي انت ذكرتها في البداية يعني كنوع من النشوة كنوع من البسط كنوع من أنه أنا يعني مبسوط فرحان في الشيء اللي بسمعت ذكرت هيرودوس كان بيسمع يحنى المعمدان وكان مصرور ولكن هو اللي أمر بقتله فأنا يعني الفكرة أنه في الحياة المسيحية فيها التزام فيها حياة الانتماء فيها حياة الولاء الحياة المسيحية حياة الجندية جندي صالح ليسوع المسيح وبما أنه أنت كاتب كتب ومؤلفات وعامل عشرات الألاف من البرامج سواء الرادي أو التيفي أو كده احكي لنا شوية عن موضوع التلمز لأنه بعتقد أنه كلنا نتكلم عن التلمز ولكن الظاهر أنه موضوع التلمز مش مفهوم بالصورة الصحيحة حتى أكون إزاي أكون تلميذ ليسوع المسيح بمنتهى البساطة زي ما بيقول نحن ليس نخترع العجلة نحن بنبع النموذج بتاع الرب يسوع يقول لنا كتاب بمنتهى الصراحة والوضوح أن الرب يسوع قضى الليل كله في الصلاة ولما كان الصبح دعا تلميذه واختار منهم إثنى عشر الذين دعاهم وسمهم أيضا رسلا كانوا معهم فالفكرة التلمزة مش إعلان في الكنيسة يوم الحد أو الجمعة أو السبت إحنا نبتدي مجموعات تلمزة واللي حابب يا جماعة أرجو أنه هو ينضم المجموعات التلمزة بتاعتنا لا التلمزة لها شروط عشان كده الرب يسوع قال ثلاث مرات في لؤى 14 لا يقدر أن يكون لي تلميذا فالتلمزة لها ثمن الرب يسوع علمنا من يضع يده على المحراس وينظر إلى وراء لا يصلح أن يكون لي تلميذا من لا يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن لا يبغد أباه وأمه تمام فلا يقدر أن يكون لي تلميذا فإذن ليس كل المؤمنين يصلحون أن يكونوا تلميذ التلمزة إذن لها ثمن عشان كده بطرس يقوله ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك إذا لم يكن الرب يسوعه الأولوية بالنسبة لمن يرغب أن يكون تلميزا فلن يصلح أن يكون تلميزا بأي صورة من الصور أنا بقوله أن فيه ثلاث حاجات أساسية جدا بالنسبة للتلميذ لازم يبقى تيتشابل كوريكتابل ديبيندابل لازم يبقى قابل التعلم قابل التقويم يمكن الاعتماد عليه بدون هذه الأمور الثلاثة طبعا لازم يبقى مؤمن قبل الرب يسوعه مخلص شخصي لي وإلا ده لا يصلح لشيء وكمان من الناحية التانية التلميذة تعني الآتي تعني وجود متلمز وتعني وجود تلميذ وتعني منهاج يقدم بمهارة من خلال مش كورس ولا مجموعة دراسات لكن اللي حيب نسميها في علم التلميذة The With Principle مبدأ المعية المعايشة أن الرب يسوع اختار التلميذ وعاش معهم بالفعل عشان كده بالضبط عشان كده أنا بدعو كل واحد النهاردة وكل كنيسة بتقدم كورس تلميذة أنها تشوف إزاي المعايشة إزاي الناس تعيش هذا الكلام مش مجرد رؤوس تمتلئ بالمعلومات ونعاني من هشاشة العظام وإن إحنا مش قادرين نطبق ولا نعيش ما نعلمه موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة